تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي كانت عم بتسبب لغة كبيرة جدا وبعد شواء كانت رح تنتهي العلاقات ما بين الولايات المتاحة الأمريكية وروسيا بسبب هذه التعليقات اللي كان عم بيقول من خلال الرئيس الأمريكي جو بايدن يعني عم بيوصف تقريبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالجزار وعم بيقول أنه هيدا النظام ما لازم يبقى في الحكم ولازم يجب تغييره وأكيد البيت الأبيض حاول توضيح هيدا التصريحات وقال أنه الرئيس الأمريكي لا يقصد هيدا التصريحات ومبعرف شوي رجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم منهار الثانين كان عم بيقول أنه هيدا مثل مورال أوتريج يعني مثل غضب أخلاقي نتيجة اللي عم بيسير بأوكرانيا نتيجة اللي عم بيشوفه من دمار وحرب وقتل للأبرياء على حد زعم أكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه هيدا آل من غضب بداخله واتجاه ما يفعله بوتين بأوكرانيا أكيد كل هيدا الموضوع وصبيت الأبيل كان عم بيحاول أكيد يوضح الأمور ويهدي الوضع مع روسيا خاصة دبلوماسيا هلأ بضل هيدا الموضوع كنا عم نشوف تركيا عم بتعود إلى الواجهة من جديد كان هناك اتصال ما بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوقوف على آخر المستجدات بأوكرانيا وعلى المفاوضات مبين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب كنا عم نشوف تركيا عم تحددن جولة جديدة من المفاوضات كان هذه المفاوضات عم بتصير ببلاروسيا شفنا أنه تركيا عم تحددن جولة جديدة من المفاوضات بتركيا بإسطنبول ابتداء من نهار الأثنين أيضا كنا عم نشوف الرئيس الأوكراني زلانسكي عم بلمح إلى حد ما أنه إذا بيعطونا الروس يعني ضمانات جدية لأمن أوكرانيا ممكن أنه نحنا نتخلى كأوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي أو كما يعرف بي نايتو بدنا نشوف يعني بالأيام المقبلة الحديث اللي كان طالع من تركيا اليوم أنه المفاوضات يعني من نماشي بالطريق الصحيح بس بعدهم معرم عم بيقولوا كم يوم يعني عم بيقولوا من هون للخميس رح يضلوا يتفاوض ولا نشوف آخر يعني المستجدات فيما يتعلق بهذا الموضوع